اشتركوا في القناة بداية سعادة المهندس ما هي مميزات المخطط التقسيمي لمدينة شرق سترة نشكورين أخي العزيز وبارك الله في حياتكم وإن شاء الله نكون على قدر المسؤولية والثقة السامية من جلالة الملك الله يحفظه آمين في البداية حبيت أن أشكركم على هذه الاستضافة مرة ثانية وحبيت أهم الأخوة المواطنين على بدء أعمال التنفيذ في مدينة شرق سترة اللي تعتبر واحدة من المدن الإسكانية إن شاء الله من خلالها رح تحقق وزارة الإسكان توجيهات القيادة الرشيدة بتوفير السكن المناسب للمواطنين بالنسبة إلى سؤالك أخي العزيز حبيت أوضح أننا نحن في وزارة الإسكان نسعى دائما إلى تنويع الأفكار التصميمية إلى المدن الإسكانية هذا الشيء اللي يعطي جمالية أكثر إلى كل مدينة لتميزها عن المدينة الأخرى طبعا في مدينة شرق سترة نحن نتكلم عن فكرة الجزيرة فكرة القنوات المائية اللي تم استلهامها من الجزيرة الأم اللي هي جزيرة سترة نتكلم أيضا عن مدينة تحتوي على سبع أحياس سكنية كل حي إلى خدماتها الخاصة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية في مركز المدينة سواء من الأسواق الرئيسية المدارس المركز الصحي المراكز الاجتماعية وغيرها من الخدمات اللي تم توفيرها في المركز أيضا نلاحظ أن الأحياء الخارجية في المدينة ترتبط بصورة مباشرة بالواجهة البحرية في حين سعينا إلى تصميم الأحياء الداخلية على أساس أنها ترتبط بالحديقة المركزية في وسط المدينة يمكن الله يسلمك من أهم مميزات المدينة الترابط البصري نحب أن أتأكد على هذه النقطة وهي الترابط البصري بين جميع أجزاءها سواء من المركز إلى الأطراف أو العكس هذا الأمر يقوم من جمالية المدينة ويعطي الأحساس بالترابط بين كل عناصرها سعادة المهندس لو تحدثنا عن أهم سمات وعناصر جودة الحياة بالمدينة الإسكانية الجديدة الله يسلمك حمام في وزارة الإسكان يعني دائما نسعى إلى توفير جودة الحياة في كل المدن الإسكانية هذا المبدأ اللي حاليا يميز المدن الحديثة واللي تم التركيز عليه كثيرا في توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على أساس أننا ننفذ مدن صديقة للإنسان مدن تتوفر فيها جميع الاحتياجات الأساسية وأيضا الترفيهية إلى المواطنين في مدينة شرق سترة على سبيل المثال وفرنا جميع الخدمات الأساسية اللي يحتاجها المواطن واللي تجعل منها مدينة مستدامة بالإضافة إلى هذا الشيء وفرنا الخدمات اللي تعزز الجانب الترفيهي الجانب الغياضي الجانب الصحي للمواطنين مثل الحدائق اللي بنيناها أو راح نبنيها على مستويات مختلفة المماشي المنتشرة بكثرة في المدينة مسارات الدراجات الهوائية وأيضا التركيز بصورة أساسية على الواجهات البحرية اللي يوصل طولها إلى أكثر من 6 كيلو متر كل هذه العناصر راح إن شاء الله تجعل من جودة الحياة شيء أساسي موجود في مدينة شرق سترة نعم سعادة المهندس رضا الأدرج الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار شكرا جزيلا لسعادتكم على هذه المداخلة